قبل كل دوت نخش ببعض الأخبار السريعة النهاردة عندنا في المحترف خبر مهم جدا من الكافي اللي بيحدد موعد أمم أفريقيا عشرين خمسة وعشرين النهاردة الحقيقة الالتحاد الأفريقي اللي قرة القدم استقر بصورة مبدئية على الموعد المقترح لتنظيم النسخة الجاية من بطولة كاس الأمم الأفريقية عشرين خمسة وعشرين في المغرب في شهرين يوليا وأغسطس شهر سبعة وشهر تمانية وكشف مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي عن اتفاق مبدئي ما بين الكاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في سيف عشرين خمسة وعشرين نقطة اللي جاية دي مهمة بالتنصيق مع الفيفا نقطة دي مهمة جدا بالتنصيق مع الفيفا ليه لأن طبعا كان فيه طبعا كاس العلم للأندية وكان فيه بعض الأخبار بتقول هيكون فيه تضارب لكن الحقيقة الكاف بالتنصيق مع الفيفا لأن الفيفا كمان بيتمن جدا جدا البطولة الأفريقية وزي ما حضراتكم شفتوا في بطولة ساحل العاج أو بطولة كود ديفوار كان أنفينتينو الرئيس الفيفا كان متواجد وكان سعيد بالأجواء وسعيد بالتنظيم وبالتالي الفيفا شايفة أنه كمان بطولة أفريقيا بطولة كبيرة جدا جدا فموعدها بالتنصيق طبعا مع الفيفا علشان ما يكونش فيه تضارب واضح في كأس العالم الأندية اللي هشارك فيها أكتر من فريق من أفريق وبالتالي فيه تنصيق وده كان مهم جدا جدا في الفترة اللي فات مصدر في الكاف قال أن الموعد المقترح حاليا هو الفترة ما بين 20-7 لـ 17-28-25 نفس المصدر كشف أن الاتحاد الأفريقي بنائش مقترح كان بنائش مقترح بتأجيل البطولة لسنتين أن المغرب تصطديف نسخة 20-27 وتصطديف كينيا وأوغندا وتنزانيا نسخة 20-29 يعني كانوا عايزين يلغوا نسخة 25 دي خالص ما تتلعبش عشان كاس العالم والتضارب ولكن المقترح تم رفضه بشكل قاطع وتابع هذا المصدر وقال أن المغرب أبدأ رغبة مؤكدة في استضافة البطولة إن شاء الله في الصيف القادم كمان شارك مسؤولي الفيفا زي ما بقلت لحضراتكم في المفاوضات وحسب ما أضاف المصدر ما بين كوسين كده قال حرصا منهم على تأكيد أهمية مشاركة الفرقة الأفريقية الأربعة اللي هتتأهل كاس العالم للأندية بكامل عناصرها في البطولة اللي يعني الاتحاد أو الاتحاد الدولي بيشوف أنها بطولة مهمة جدا جدا وزي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي المصري والوداد المغربي هم ضمنوا المشاركة في بطولة كاس العالم للأندية اللي هتقام بحضور 32 نادي بيتم طبعا تحديد الترفين اللي جايين أو الناديين اللي جايين عقب نهاية نسق الدور الأبطال الحالية اللي بتجرى حاليا خبر سعيد جدا وخبر واقعي وطبيعي جدا أن يكون فيه تنصيق ما بين الاتحاد الأفريقي والفيفا لبطولتين كبار جدا سواء البطولة الأفريقية أو كاس العالم للأندية